وهي تابعة لرئيس الأركان مباشرة هذه الوحدة دي لك بس فكرة عنها ان دي الوحدة اللي سجلت دي صور ليها يا فن اه اوكي ايه ايه مظبوط وحدة 8000 و 200 وهذه الوحدة هي اللي سجلت مكلمة التليفونية ما بين الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر والمرحوم الملك حسين قبل سنة 67 وهي اللي سجلت المكلمة الهاتفية ما بين المرحوم الرئيس عرفات والمختطة في سفينة أكيلي لاورو اه مظبوط هي اللي عملت ده وهي اللي بتقوم بالتجسس الوحدة بـ 8000 و 200 المتقدمة في القطاع الجنوبي عند غزة هذه تتخصص او مجال عملها هو مصر الاردن البحر الاحمر ايران بكل انواع التجسس لها قدرات عالية جدا هي بسبب هذه الوحدة اسرائيل اصبحت تاني اكبر دولة في العالم في التنصت بعد الولايات المتحدة بسبب الوحدة بسبب الوحدة 8000 و 200 ان خضراتها خارجة الحقيقة عالية جدا دخلوا برضو بالوحدتين الوحدة الاولى تعاملت مع الزباط الموجودين والعساكر الموجودين في قاعدة قريم والوحدة التانية دخلت على الوحدة 8000 و 200 والغريب هنا سعد السفير انه يعني سواء الوحدة 8000 و 200 او معبر ايردز وكنز الموجودين فيه في الشمبيت هناك ما كانين استراتيجين زي دول يبقى تأمينهم ضعيف كده التأمين في حد ذاته في كل الجبهة كان ضعيفا للغاية ما احنا قلنا انهما كانوا مرتاحين وانهما ما عندهمش ادنى تقديرات بيسموها في الجيش رحلة استرخاء استرخاء بالكامل وبعدين كان عندهم اهداف اخرى او اولويات اخرى بمعنى انه كان هناك ينتظروا عدد كبير بعد انتهاء العيد الديني لانه برضو من ضمن الحاجات المشتركة عيد الديني كان يوم كيبور وده كان يوم العرش صح فمجرد بانتهاء يوم العرش كانوا بيتوقعوا مظاهرات عنيفة حتى سود اسرائيل بشيء ما يتعلق به الهيكلة القضائية اللي كانت ضد نتنياهو تدخلات نتنياهو في القضاء وفي نفس الوقت كان هناك مظاهرات فلسطينية من النطاق انها تخرج لانه الاسموتي اللي هم اللي عايشين في المستعمرات كانوا زادوا في انتهاكتهم للمواطنين الفلسطينيين فسحبوا بالفعل قوات من قطاع غزة حتى تكون موجودة في الضفة الغربية ويوم عيد والكل شارب والمواضيع يعني عايشين في منتهى السهولة فما كانش فيه بمعنى صح اي عملية توقع يعني او غير بقى توقع حتى كانش عندهم تنبه صحيح وده يفسر كمان البطء في ردة الفعل اخدهم خمس ساعات يعني واحد من المقاتلين حمسوين قال انا رحت وخدت أسرة ولما ملاقيتش حد رجعت ماشيا على قدمي الى قطاع غزة لما دخلته الساعة لم يكن هناك اي رد فعل لا زي اه صحيح فهم استغرقوا خمس ست ساعات اه استفقوا متأخر قوي اذا دخلوا في الوحدة من 8200 خدوا الاثنين واحد ضابط واحد مهندس كمبيوتر ومتخصص فيه التجسس السيبراني وخدوا جميع الكمبيوترات والوثائق والسيربارات وكل ما يمكن ان تتخيلوا اهم حاجة في دي ان هذه المعلومات كانت تضم المعلومات الخاصة بما لدى الوحدة 8200 من كافة المعلومات عن القدرات النووية الايرانية هذه الوحدة هي من قامت ب تحديد هوي اسماء وهويات ومواقع واماكن العلماء الايرانيين اللي تم اغتيال بعضهم ان هذه الوحدة بتجمع هذه المعلومات وبتديها الحتتين للمساد وامان المساد المخابرات الخارجية وامان المخابرات الحربية اذا هذا اكتر من كنزة بقى من المعلومات لانه يهم مين يهم حزب الله وايران ومصر والاردن والبحر الأحمر مليون في المية خدوا كل الكلام ده وراحوا وابتدوا يفرغوه بالمناسبة الاولانيين لهم بتوع الشين بيت وبتوع الوحدة 8000 وامتين وفيما بعد حب اكلمك على الهدف التالي تم التحقيق معهم وهناك فيديوهات مسجلة لاعترافات وتحقيق وشهادات وكل ذلك تم خروجه الى الخارج لما القصة بقى الاولانية بس عشان انا نسيت اقولها فبعا في الجزء الاولاني لما خدهم الحاجات من الشين بيت اللي هي فيما يتعلق به العملاء ايه بالفعل حماس استطاعت ان تصل الى اسماء عدد من العملاء الفلسطينيين اللي بيعملوا مع الجهات الاسرائيلية وهذا يفسر لنا من 3 ايام تم اغتيال او تصفية 3 فلسطينيين في الضفة الغربية بمعارفة عناصر من حماس من المقيمين في الضفة واعلنوا اسماءهم واعلنوا ان التصفية تمت بسبب التجسس لصالح اسرائيل هذا يعطيك يعني دليل على انه هذا ما اخدوه بدأوا يعملون معنى الحضراج الاسرائيلي الكبير في يوم 7 اكتوبر مش بس الاهانة والهزيمة العسكرية بالاضافة حتى الى مجموعة الراهن الكبرى لا اكتر ما واجعهم هو الاختراق المعلوماتي المعلوماتي الامني والمخابراتي ثم العسكري واجيلك في الحتة ده يحيى السنوار نفسه عندما كان مسجونا كان مسجونا بسبب ايه سن 1989 هو تولى ان يقوم بتصفية العناصر الفلسطينية التي تتعاون مع الجاين الصهيوني ومع المخابرات الاسرائيلية وقام بنفسه بتصفية اربعة افراد قبض عليه في العملية الرابعة وعندما قبض عليه لان الاسرائيلي كانوا حيجنين كل واحد من العمل بتوحهم عملية تسقط واحد وردتان صحيح عندما قبض عليه تقدموه لمحاكمة عسكرية وليست محاكمة مدنية والمحاكمة العسكرية حكمت عليه بربعمية سبعة وعشرين سنة احكام متركمة وهو كان عايش وداخل المحفظ بتاعه انا وانا في اسرائيل انا كان اهم حاجة عندي ان انا اتعلم العبرية تعلم اللغة العبرية ونحن موجودين في المجتمع الاسرائيلي يفتح الابواب المغلقة ويفتح الابواب النصف مفتوحة وعندما انتهيت من الكرسين بتوع المكثفين فيه ماهد كان ممنوع على الديبلونسيين الاجانب انهم يروحوا فيه بدأت اتحدث بطلاقة مش بطلاقة 70% من اللغة العبرية فتحت امامي حاجات كتيرة طبعا اسرائيل تعرف ان السن ايح يا سن نغر باستكمال الحركة تفضلت به اتحكم عليه بربعمية وشوية سنة سجن يعني قلم ومرض ورم في مخه ورم في مخه ويتعمله عملية في مستشفى اسرائيلي مظبوط وبعد ما انقذوا حياته حاولوا يجندوه مظبوط وهو قال لهم انا زاهد في الحياة السياسية ومش عاوز اعمل حاجة نايمهم اسرائيل السندوق الاسود وطبعا عشان نكمل القصة والسنوار خرج في صفقة جلعات شاليد جلعات شاليد خرج في تبادل الاسرة جلعات شاليد بألف معتقل ألف سبعة وربعين ألف سبعة وربعين فكان يحسن نوار واحد منهم أنا بقولك اسرائيل السندوق الاسود هذا هو اسم قناتي على اليوتيوب التي عامل فيها مع فتحتها من ستة شهر بس لان هذا في ان انا ادي توعية كاملة للشباب المصري والشباب العربي وانا بتناول فيها الشأن الاسرائيلي بالكامل من الداخل بمؤسساته المخابراتية والعسكرية والامنية وبعمليات المساد احنا مش خايف لا ليه لا لا انا خركت وانتهى الموضوع ما بيني وما بينهم يعني انا مدخلش اسرائيل تاني يعني ومش تناوي ادخل